اشتركوا في القناة الذي ظهر بالمقطع والذي كشف جانبا من حياة تلك الفتاة التي عاشت بين احضان اسرته لمدة 22 عاما منذ ان كان عمرها التسعة اشهر حتى تخرجت من الجامعة وتزوجت وقال العام سلطان كنت اعمل سابقا رئيس الاقصام الداخلية والتمريد بمستشفى صارت عبادة ومسؤول عن استقبال الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة اذ حضرت هذه الطفلة وهي لا تكف عن البقاء حتى يغلبها النوم وتابع كنت اخذها واتجول بها في المستشفى ثم اعيدها الى سريرها لتنام ثم شرحت لأسرتي وضعها ورغبتي في اخذها عندنا للمنزل واخذت الاذن من ادارة المستشفى وماكثت عندي عدة اسابيع ثم اردت اعادتها فرفضت اسرتي الثمانية كلهم بالاضافة الى زوجتي وارد فتقدمت لجهة الاختصاص بطالبا رسمي لاحتضانها وتمت الموافقة واخذتها معنا وهي بعمر التسعة اشهر ولاحظت تغيرا في حياتنا في البيت من راحة وطمأنينة وسعة في الرزق بفضل الله واصبحت اختا من الرضاعة لابنائي وبناتي وقال اكملت دراستها الابددائية والمتوسطة والثانوية والتحقت بالجامعة وتخرجت منها وحذرت وجميع افراد اسرتي حفلة خرجها بفضل الله وقبل ستة اشهر تزوجت من شاب لدى اسرة حاضنة ولله الحمد وللمزيد من الاخبار تابعونا وصلى الله على سيدنا محمد اشتركوا في القناة